مرحبا بحضراتكم من جديد هناخد بس كان فيه سؤال من أمس بتكلم عن أخت الفوضلة اللي سألت سارة وسألت عن مسألة صلاة الضحى وقتها وعدد الرقعات وما يقرأ فيها صلاة الضحى هي طبعا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده نهسونا مستحبة لما ورد فيه الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في مراوحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بثلاث صدنا أبو هريرة بيول أوصاني خليلي أي النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد فمن ضمن الوصايا اللي كانت له صلاة الضحى يا صاحبة السؤال يا سارة أقل عدد الركعات بتاعت صلاة الضحى ركعتين وأكترها ثماني ركعات ثمان ركعات وده برضو لما ورد أن أمه هانئ بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتها يمفتح مكة وبتقول صلى ثمن ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود بيبقى يعني فيها تمام في أدائها وطبعا صلاة الضحى عشان تبقي يعرفها وسادة المشاهدين أنه لا تكره الزيادة عن ذلك يعني إذا كان أقصاها هذا العدد اللي قلناه لو زدت عن كده ما فيش أي مشكلة طيب الوقت بتاع صلاة الضحى اللي أنت سألت عنه زي ما قال الفقهاء وهنشرحها لما قالوا إذا علت الشمس واشتد حرها بالضبط كده بعد شروق الشمس بتلت ساعة ده بداية وقت صلاة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين لصلاة الضحى حتى تر مض الفصال كما فيه صحيح مسلم المعنى الفصال اللي هو جمع فصيل اللي هو صغار القبل يتعبوا من شدة حر الرمال في الصحراء فبتركض هذه الفصال أو صغار القبل من شدة الحرف بديهم علامة على أنه ده بداية وقت صلاة الضحى بعد الشروق بتلت ساعة وآخر وقتها قبل صلاة الضحى بتلت ساعة وطبعا فضل صلاة هذه الصلاة المباركة فضل كتير جدا منها الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيصبح على كل سلامة من أحدكم كل يعني كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة يعني يجزئ بقى النبي عليه الصلاة والسلام يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فدي من بركات ومن أفضل صلاة الضحى يا أختنا الفاضلة ورد عن الإمام الشفعي كلمة حلو أقول طلبنا ترك الزنوب فوجدناه في صلاة الضحى لها أفضل وبها بركات ولها فتحات كبيرة جدا لمن يواضب عليها أقلها ركعتين ومن أراد أن يزيد فوق ذلك فلا منع أختنا الفاضلة بعد شروق الشمس بتلت ساعة بداية وقت الضحى ونهاية هذا الوقت قبل أو قبيل صلاة الضحى بتلت ساعة يا سارة ده بالنسبة لي سؤالك اللي أنت سألتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر